بعد توقف الحراك السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة منذ اغتيال زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي وصف بكونه الراعي لكل التفاهمات التي كانت تحصل بين القوى السياسية والآمر الناهي لها أعاد اجتماع زعيم تحالف الفتح هذا العامري مع زعيم التيار الصدري مقتد الصدر في مدينة قم الإيرانية مشاورات تشكيل الحكومة إلى الواجهة وبعد أن كان سليماني نقطة ربط بين مختلف القوى خصوصا عند بدء الانتفاضة العراقية في تشرين الأول الماضي ثم استقالة حكومة عادل عبد المهدي ظلت الأمور معلقة حتى انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس جديد للحكومة ليصل المأزق إلى الحديث عن إمكانية بقاء عبد المهدي مدة ستة أشهر في سياق تصريف الأعمال كما يرغب بذلك تحالف الفتح بحجة التعذر التوافق على رئيس وزراء جديد وصعوبة وصول رئيس حكومة غير مطلع على خلفيات الأزمة الحالية والتصعيد بين واشنطن وطهران وهو ما ترفضه قوى سياسية أخرى وأتجتماع الصدر مع العامري بالتزامن مع اجتماعات أخرى عقدها زعماء ميليشيات مسلحة مع الصدر في مدينة قم لكن مصادر مقربة من الصدر نفت وجود أي اتفاق لغاية الآن مشيرة إلى احتمال التوصل إلى اتفاق على أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة من بين علي شكر ومصطفى الكاظمي وعبد الغني الأسدي ويبدو أن اغتيال سليماني كان صادما لدرجة أنه أسقط ورقة التوت عن القوى السياسية التي لم تعد تخجل من البوح بارتهانها للإرادة الخارجية فقد بات المؤشر الإيراني يحدد اتجاه بوصلتها فلم تكفها أرض العراق الواسعة لعقد صفقاتها والوصول إلى حل لأزمتها المتعلقة بتقاسم السلطة فقررت أن تستأنف مباحثتها من داخل إيران لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تسير على وفق أجندة طهران بعيدا عن هموم الشعب العراقي وتطلعاته التي يتبجح بها هؤلاء ترجمة نانسي قنقر